ما يحدث في الضفة الغربية من فرض طوق أمني على مدينة رام الله معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا مستوطنون إسرائيليون ضمن الأسبوع الفائت لقتله وحيث توجد مقار السلطة الفلسطينية إضافة إلى منع أي فلسطيني من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها يعيد إلى الأذهان حصار الرئيس السابق ياسر عرفات عام 2002 هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في الضفة بعد تصفية القوات الإسرائيلية لثلاثة فلسطينيين نفذوا عمليات ضد الجنود الإسرائيليين وردا على عمليات التصفية هاجم فلسطيني مجموعة من الجنود قرب مستوطنة عوفر القريبة من رام الله فقتل اثنين وجرح جنديا ثالثا ومستوطنا كان في المكان في عملية مماثلة شهدتها المستوطنة الأحد الماضي والتي أصيب خلالها سبعة مستوطنين العملية الجديدة اعتبرها الفلسطينيون صفعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نيتنياهو الذي تبجح بالعمليات التي وصفها بالنوعية التي قتل فيها صلاح البرغوثي وأشرف نعالوة منفذاء عملية عوفر وبركان الصناعية حركتا فتحوا حماس ورغم خلافهما السياسي وصراعهما على السلطة إلا أن الوضع الجديد في رام الله وضفة وحد موقفهما فنعت الحركاتان البرغوثي ونعالوة كأبطال على طريق التحرير كما تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس صالح البرغوثي وأشرف نعالوة متوعدة القوات الإسرائيلية في بيان بأنه لا يزال الكثير في جعوبتهم مما يسوء إسرائيل ويربك حساباتها وفي دليل آخر على توحد الموقف الفلسطيني في وجه التطورات الأخيرة دعت كلا الحركتين فتحوا حماس لتصعيد المواجهة إلى النفير العام في الضفة الغربية اليوم الجمعة والتوجه إلى نقاط التماسك كافة مع القوات الإسرائيلية في جمعة أطلق عليها اسم جمعة الغضب انتصارا لدماء الشهداء وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة يرى مراقبون أن الهجمات المتتالية أثارت مخوف إسرائيلية من انطلاق انتفاضة مشابهة لانتفاضة عام 2015 التي شهدت سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ضد إسرائيليين وعززت الهجمات الفلسطينية من تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إزينكوت قبل أسابيع حين قال إن الضفة مقبلة على تصعيد ميداني وهو الأمر الذي لم يستوعبه حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي رد بأن الضفة هادئة وتحت السيطرة شكرا